موسيقى يا اخي النهاردة يوم من الايام اللطيفة جدا بالنسبالي ليه بقى من الايام اللطيفة لانه الحلقة النهاردة فيها شوية حاجات حلوة جميلة ظريفة وبعدين مبهجة وبعدين ايجابية عارف لما طول الوقت تحس كده ان ربنا بيبعث لك الرزق لحد عندك يعني على سبيل مثال انتو عارفين احنا بان فترة كنا بنتكلم على مسألة الاوضاع الاقتصادية في مصر ومركز مصر الاقتصادي امام الاقتصاديات او الاقتصادات الكبرى في العالم ووضعنا اقتصاديا هل هو مطمئن ولا لقدر الله غير مطمئن هل هو الوضع الاقتصادي ومعدلات النمو بتاعتنا مبشرة ونامية ومستمرة في النمو ولا لا كنا بنتكلم على المصطلحات بتاعة الاقتصاد القوي المتين مش بس المستقر بل والمتزايد في نموه صعودا الى اخره طيب حتى يمكن كان النهاردة الصبح كنت بتكلم او كنا بنتكلم يعني على انه الاسعار بتاعة العملات الاجنبية في مقابل الدولر مستقرة بقالها شوية عشان موضوع الكورونا فانا قلت يا سلام لما اشوف كده الارقام بتاعة العملات دي تبدأ تنخفض وحدة وحدة وبعد ينسكت كده مع نفسي لسه مكنتش لسه قريت بقى ايه الانفو جراف اللي هنتكلم فيه دلوقتي فقدت لهم علشان خاطر هنبقى انهينا العمل المالي وبالتالي هيبقى فيه عندي موازنة كده زريفة لطيفة فيها كل الارقام وبالتالي هنقدر ساعتها نشوف معدل انه مو بتاعنا وصل لحد كان في نهاية العام المالي ومن ثم مين عارف يمكن ربنا يكرمنا ونلاقي المركز بتاع الجنيه قاعد عمل بيرتفع يعني سبحان الله بقى الرزق جيلك لحد عندك فينشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقريره النهاردة عن ايه اقولك بيتضمن التقرير بتاع المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انفو جراف لطيف جدا ممتلق بالمعلومات الحلوة حطها لي هنا هو اه بتسلط الدوق على جهود مصر لدخول اكبر قائمة موردي الغاز فين؟ في العالم والله بوصة سيدي الغاز الطبيعي رحلة مصر من العجز والاستيراد الى الاكتفاء الذاتي والتصدير عندنا عجز؟ الله تبتجري ليه طيب اصبر يا عم يا طا ها ارجوك ارجع بس لسلايد الاولانية واحدة واحدة ده احنا ملحقناش يا طا مصر هنرجع سلايد الاولانية تاني يا جماعة مصر في فترة من الفترات كان عندها عجز وبتستورد وبعد كده بسبب كل ما تم في شرق المتوسط الاولانية بعد اذنك وقا كل ما تم في شرق المتوسط واللي خليني هنا لازم افكرك بس بحاجة مهمة وقت ما مصر بدأت تشتغل على موضوع شرق المتوسط والاكتشافات اللي هناك والاتفاقات اللي تعملت وترسيم الحدود الاقتصادية انا عايزك تفتكر كويس قوي الاخوان تناولوا دا ازاي وصحفتهم واعلامهم تناولوا دا ازاي اوعى تنسى اوعى وقتها تقال ايه ايه كلام فقاعت مفيش حاجة دا كده مصر هتضطر تخش حروب دا كده مصر هتخسر دا كده مصر هتقل كل ما هو سلبي صالوا وجالوا فيه مش يوم ولا اثنين ولا اسبوع ولا عشرة صالوا وجالوا فيه شهور كل يوم عدت السنين ومصر اكتفت ذاتيا وبعدين بقت مصدرة بص بقى بريتش بيتروليوم بي بي هم اللي بيقولوا مش مصر الشركة الانجليزية الاشهر تحتل مصر المركز الاربعتاشر عالميا والخامس اقليميا والثاني افريقيا في انتاج الغاز في عشرين عشرين طيب بندي المين بقى الغاز اوروبا على رأس الاسواق المستهلكة للغاز اربعتاشر واثنين من عشرة خد بالك في المية هم مناصيب اوروبا من استهلاك الغاز الطبيعي من اجمالي العالم بوقع قد ايه خمسمية واحد واربعين مليار متر مكعب سنة عشرين عشرين منظومة الاقطار العربية المصدرة للبترول خد بالك التراجع الحاد في الانتاج الاوروبي من الغاز الطبيعي خلال الفترة من تسعتاشر لخمسين ده هيعمل ايه هيزود من درجة اعتماد السوق الاوروبي على واردات الغاز الطبيعي من الخارج لتلبية الطلب المستقبلي ماشي اوكي تعالي بقى ناخد اللي بعدها اللي انتو شفتو ده قدام حضراتكم شايف حتى هتلاقي مصر من وارا قدامك باللون الاصفر الله راحت طيب خلاص مش مشكلة مهم يعني ده عن بريتش بتروليوم خلو بس نصغر السلايد دي عشان اعرف اشوفها لانها كبيرة جدا اكتر من اللازم يعني مش هشوف اللي على الشاشة يا طه والله يعني انا كبرت يا جماعة عايز يعني الفت نظر زملائي ان انا بقيت 47 سنة فما بقتش هشوف من بعيد اوي للدرجة دي يعني انا عندي بعض نظر بس معيد ملادي كان مبارح اه قلت والله طيب طيب مصر في طريقها لدخول قائمة اكبر موردي الغاز المسال حلو للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز هرجعك على كلمة الغاز المسال بعد اذنك عزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهدة انا متذكر كويس وقت ما بدأنا نعمل مجمعات تسييل الغاز في مصر المجمعات العملاقة المجمعات العالمية خد بالك وانا بتكلمك بصو بقى البادي لانجوش حاطت ايدي كده في وسطي ليه بقى؟ ما انا بتبرمج في الكلام مش كيوسف كمصر مواطن وفرحان يا اخي وقتها وقتها قال لك اه اتحكوا على نفسهم ده بيتحكوا على الشعب ده مش عارف ايه الرئيس وقتها قال احنا جيب نجون لو تفتكر قال احنا جيب نجون بالمجمعات العملاقة اللي اتعملت بص يا مولانا بقى الغاز المسال مصر في طريقها لدخول قائمة اكبر موردي الغاز المسال اربعتاشر اتنين وخمسين اه تمانية وخمسين اربعتاشر اتنين وخمسين خمستاشر مصر تتحول الى مستورد للغاز الطبيعي فيبقى فيه عندي دفست عندي عجز في الغاز والكرف يبدأ ينزل 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 يرتفع في 2017 2018 بدء تشغيل حقل ظهر لانتاج الغاز الطبيعي فيقفز الانتاج المصري ما شاء الله بهذا الشكل 661 من 10 بعد كده عندنا 632 من 10 نوصل ل 662 من 10 اللي هو 2021 هتقول لي طيب ليه 632 من 10 في 1920 لانه بطبيعة الحال كان في حاجة تخيل اسمها كورونا حصلت في 2020 إن كنت تتذكر وبالتالي لما حصلت الكورونا فالمصانع خفضت انتاجها وبالتالي خفضت استهلاكها من الطاقة وبالتالي بقى حجم الاستراد بيقل ده مش من عندي انا في التمام اللي عاوز الحاجة موجودة جماعة تفضله إن كنتم تتذكروا فجينا في 2021 بالرغم إن فضلت الكورونا لكن بدأت المصانع تتعافى بدأت اوروبا تبدأ فيه اتخاذ اجراءات للتعافي الاقتصادي فبدأت المصانع وأظن الكل اللي عارف الكلام ده ده مش اخترعنا ترفع تاني من معدلات الإنتاج بتاعتها وبالتالي تطلب غاز أكتر فمصر قالت أهلا وسهلا احنا جاهزين تعالى بعد إذن حضرتك نشوف السلايد اللي بعد دي في هذا الانفوغراف الرائع تعالى بقى نشوف جهود مصر الدولية علشان تحط نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز واحد ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عمليات الاستكشاف من عن حقول الغاز الطبيعي في سبتمبر عملنا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع أبروس ده سبتمبر 14 بعد كده جينا في إبريل 16 توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية كويس وده طبعا اللي ادلنا الفرصة ان احنا نبدأ في مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الوعيدة في أغسطس 2020 عملنا الاتفاقية بتاعتنا مع اليونان طيب كان فيه بقى حاجة مهمة جدا وبالمناسبة دي كانت إضافة عظيمة اقتصاديا وسياسيا لمصر وهي تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في أكتوبر 2018 مصر طلعت فكرة اسمها انشاء منتدى غاز شرق المتوسط وده خلال قمة جزيرة كريت ما بين زعماء مصر والأبرس واليونان سبع دول أعضاء مؤسسين المنظمة مصر اليونان أبرس فلسطين اسرائيل الأردن إيطاليا وانضمت لينا فرنسا فيما بعد ذلك حلو عندنا تلات دول مراقبة وهي أو تلات جهات مراقبة لأنها مش بالضرور تكون دول عندنا بقى الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي بال27 دولة البنك الأوروبي تلات مراقبين عدي سنتين أو أقل قليلا يعني 23 شهر سبتمبر 2020 تم توقيع ميثاق هذا المنتدى اللي هو منتدى غاز شرق المتوسط ودخوله حيز التنفيذ في مارس 21 إن كنتم تتذكرون ودينا بنفكركم بمقتدى يصبح منظمة دولية على مستوى الحكومات حكومية وتصبح هذه المنظمة هي مظلة التعاون والتكامل الإقليمي عشان تقدر تستغل موارد الغاز اللي بتزغر بيها منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وبالتالي نقدر نحصل على أعلى أعلى تحقيق للمصالح أو أقصى تحقيق للمصالحنا في هذه المنطقة تعالى ننتقل لللي بعده هما كلهم سبعة سلايز ننتقل للنسبة حتى في مرة ثلاثة صح؟ أربعة إزاي مصر بقى؟ اتحولت من دولة عندها عجز ومستوردة بطبيعة الحال إلى دولة مصدرة للغاز والغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية ناخدها واحدة واحدة طبعا في عملية تكسيف لعمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي حلو؟ التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 30 مشروع لتنمية حقول الغاز من يوليو 2014 فور تولي الرئيس حتى سبتمبر 2021 514 مليار طيب تعالى في 73 مليار هما القدرة الانتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنويا بفضل ايه؟ بفضل الكشفات الجديدة اللي بدأناها في 2014 طيب بص بقى 28 مليار متر مكعب 73 مليار متر مكعب دول بمناسبة مش جنيه عشان باستبقى فاهم طيب 28 مليار متر مكعب قدرة انتاجية سنوية لمشروع تنمية حقل ظهر 8 و 7 من 10 مليار متر مكعب حقل ريفين 4 و 6 من 10 مليار متر مكعب قدرة انتاجية لحقل نورس تعالى بقى نشوف بقى الغاز المسال 12 مليون طن سنويا اجمالي قدرة انتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو وضميات إلا العيال بتاعت الإخوان والعيال أو الناس أو المجموعة سنويا الكيانات اللي كانت طول الوقت ما عندهاش حاجة في حياتها شغلاها غير إنها تروج الغي والكذب والتدليس والتزييف عن مصر وتفقدك ثقتك بنفسك وأنا بقولك ليه افتكر الأيام دي كويس علشان لما باجي أقولك دلوقتي ايه وعتصدق الناس ارجع الورا كده اللي هم قالوا طلع صح ولا كذب كذب واللي مصر قالته واشتغلت عليه طلع صح ولا لأ صح 12 مليون طن سنويا اجمالي قدرة الانتجية لمصنعي الإسالة اللي في قدكو وفي دميات أسف مارس 2021 مصر قامت بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من مصنع دميات بعد 8 سنين توقف يا مؤمن طيب 123.13% نسبة زيادة صادرات الغاز المسال تضعفت صادرات الغاز المسال بسبب عودة مصنع دميات للتصدير بعد توقف الثمان سنوات اللي قلناه لكو وفكرين كويس جدا تاني الرئيس لما قال احنا جبنا جون 3 مليون طن في 2013 نرتفع لستة وسبعة من عشرة مليون طن في 2021 شوف بقى فتح الأسواق دايما الشاطر يوجد أسواق جديدة فتم فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال 20 دولة استورادت الغاز المصري المسال من وقت إعادة التصدير أربع أسواق جديدة أضيفه تم افتتاحهم أمام الغاز المصري المسال بنصدر لمين؟ بنصدر لتركيا بنصدر لمين؟ لكرواتيا بنصدر لباكستان بنصدر لبنجلاديش إيه اللي بعده يا طه شفتوا بنصدر لمين ولا لأ؟ ماشي حلوة صح؟ ماشي أنا أحب اللعبة الحلوة جدا وحبني لما ألعب لعبة حلو مصر احنا قلنا الحتة دي خريطة بقى تصدير الغاز الطبيعي والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخار شايف البلد الحلوة دي التي تتوسط العالم دي تستاهل مننا كده إيه؟ بوسة مصر بقى شايف الخطوط دي كلها انت فين؟ الصين ماشي الهند ماشي انت قعد شغال تركيا زي ما كنت بقولك فرنسا إيطاليا أسبانيا وهكذا شوف بقى عندك مثلا احنا مع أبرز جاري تنفيذ مشروع مشترك انا هرجع اقف مكاني تاني عشان النور انا عارف او بالزبط مع أبرز احنا عندنا جاري تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من أبرز لمصر طيب عندنا 380 كيلو متر ده طول الخط اللي بيتعامل او اللي احنا في قطار انشاؤه من أبرز وحتى مصنع الإسالة في ايدكو يعني الغاز الأبرزي يجي على مصنع ايدكو نعمل الغاز نحوله إلى غاز مسال من حالة الغاز إلى الحالة السائلة ثم يعاد التصدير مرة تانية من مصر قيمة مضافة فلوس يا مولانا 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لأوروبا وبخصوص شقيقتنا رائعة الجمال لبنان جاري حاليا إجراء استقناف تصدير الغاز الطبيعي سلايد رقم 6 ماشي أشكرك طيب دي الخريطة كده كلها كاملة أولاد كاملة أولاد نظرة دولية عن دور مصر كلاعب إقليمي لتداول الغاز برنامج التساع اللي هيقول لا يوسف اللي هيقول لا برنامج مصري جورنال مصري جهات اقتصادية ومالية وبيترولية ومصرية لا والله تعال اقولهم لك كده في السريع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبيترول فتش بلومبرج ستاندرد أمبورز الوكالة الدولية للطاقة كل واحد فيهم قال ايه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبيترول بتقول من المتوقع أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال في ضوء عادة تشغيل محطة الإسالة في ضميات بعد توقف الثمان سنين فتش قالت الآتي فتش قالت بعد أن كانت مستوردة للغاز ده اللي هو احنا مصر يعني عادت مصر إلى وضع المصدر في عام 2019 ومن المتوقع أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر ان شاء الله يعني هيفضل كل عام نتحدى به العام اللي قبله بإذن الله بلومبرج بتقول ستنتعش الصادرات المصرية من الغاز المسال بفضل إعادة تشغيل محط الدميات لإسالة الغاز والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزا للتصدير إلى أوروبا بلومبرج ستاندرد أمبورز بتقول منحت عودة تشغيل مصنع دميات منفذا إضافية لتصدير الغاز المصري حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائد الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة الوكالة الدولية للطاقة بتقول مصر تاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم نستحق التصفيق الحاد في مصر مش كده ولا إيه طيب بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021 كما حققت مصر الزيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دميات للعمل اللي ما كانش عاجب اللي قالوا لنا أنتم بتهزروا بتحكوا عن الناس بلاس فقاعت بلاس مش عارف إيه رئيس الجمهورية قال إحنا جبنا جون بقعدة فتح مصنع دميات مرة تاني وتطويره عرفت مصر بتعمل إيه أخيرا في هذا الإنفو جراف اللي بنشكر عليه المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بنكمل بقية النظرة الدولية حول دور مصر كلعب إقليمي لتداول الغاز مين اللي بيقول تاني منظمة الأقطار العربية ومين تاني المونيتر ومين تاني الإيكونوميست مين كمان رويترز مين تاني معهد الشرق الأوسط واحدة واحدة بقى هاتلي منظمة الأقطار العربية بتلساها مرتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا في معاودة تصدير مصر من محطة إيدكو حيث نجحت في تصدير عدة شحنات للسوق الأوروبي والأسيوي مستفيدة من ظروف السوق المواتية الزكاء أنت بتعرف اللي بيحصل إيه وتبدأ تشتغل على أساسه تستطلع الأخبار تفهم تستشرف الوضع وتعمل دراساتك وتجيب جون بص المونيتر أيلين إيه أيلين يعتبر استقناف تشغيل محطة إسالة الغاز بضميات لأول مرة من 8 سنين بالإضافة لصادرات محطة إسالة الغاز في إيدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز حيث يتم استهداف قارتين أسيا الصين والهند والذي منه وأوروبا الشمال السعيد طيب تعالي نشوف معهد الشرق الأوسط بيقول إيه لسه نروح لكوا عليك أنا مستوحدة واحدة تعد مصر حاليا المصدر العربي الأسرع نموا المصدر العربي الأسرع نموا ما شاء الله للغاز المسال بل وساتصبح مصر خاتب لك من بلدي أه الله طالع من قلبي بل وساتصبح مصر لاعبا رئيسيا ومنافسا بارزا في السوق العالمي كله أولوفا دا جلوب على هذا الكوكب للغاز المسال رويترز بيقولوا أدى النمو هتقول لي فين إيكونومست دي للآخر بقى أدى النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي مدعوما باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط أنا أتذكر برضو العيل بتاعت الإخوان لما قلنا أنه دا أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط قال لي أي كلام مين اللي قال بيجذبوا عليكو بتحكوا عليكو أيها ماشي رويترز حلوة رويترز بالنسبة للإخوان بيصدقوها بيحبوها ولا إيه أدى النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي مدعوما باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي كما تأمل مصر بأن تصبح حلقة وصل لتجارة الطاقة خذ بالك بقى هنا من هذا المصطلح العظيم تجارة الطاقة مصر حلقة الوصل لتجارة الطاقة هي الهب هي المركز بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الإيكونومس ديه الآخر عشان دايما أنا أقول لك كده الإيكونومس ديه أكبر مجلة اقتصادية في العالم بتقول إيه مصر واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال 2021 أولا كل شكر المركز الإعلامي اتبع لمجلس الوزراء شكرا لكل من آمن بهذا البلد وبهذا الوطن وشكرا لكل اللي اشتغل شكرا للرئيس اللي وجه وكان عنده هذه الرؤية شكرا لكل الناس اللي اشتغلت عشان نوصل لهذا الشكل لهذا الوضع إن إحنا يبقى لنا مركز عالمي مرموق في وسط المصدرين الكبار للطاقة على مستوى العالم إن إحنا في مصر نبقى مركز لتصدير وتجارة الطاقة في هذا العالم العظيم ما بين إفريقيا والشاق الأوسط وأوروبا فضل إيه تاني مصر بتصدر غاز لأسيا وأوروبا وإفريقيا كل الشكر ربنا سبحانه وتعالى طيب تعالى بقى نروح على الخبر التاني اللي أنا سعيد بيه فرحان بيه مبسوط منه فخور بيه بمقدمة بسيطة الثقافة المصرية بشكلها العام وبروافدها المختلفة دايما هي الثقافة الأم لما طلع مصطلح فجر الضمير وأم الدنيا ومهد الحضارات ما كانش طلع زمان من فراغ خالص يعني ليه مش طلع من فراغ لأنه هو واقع مصر كانت طول الوقت مش مجرد حتى منارة مصر كانت هي الشمس الشمس اللي بتنور عقول البشرية ربنا سبحانه وتعالى أراد كده اختار كده وضع في هذا الشعب وهذا المجتمع وهذا التنوع الثقافي اللي استحالة تلاقيه ولو في بلاد المهجر المشهورة في العالم زي أمريكا أو زي أستراليا إلى آخره بالرغم أنه إحنا مش بلد مهجر لكن واقعنا وتاريخنا ادلنا تنوع وخاليط ثقافي غير مسبوق ولن يتكرر بالمناسبة ويمكن ده جزء من الأجزاء المهمة جدا في تكوين الشخصية المصرية في التكوين الوجداني بتاع المصرية في وجهة نظري التميز العقلي والإبداعي اللي موجود عند المصرية وما فيش حد هيعرف يباري مصر ولا المصريين في ذلك وبالتالي محدش دايما هيقدر يباري الثقافة المصرية ولا حد هيعرف يباري الفن المصري ولا حد هيعرف يباري مصر كمركز إشعاع لشمس الحضارة على سطح هذا الكوكب فلما يبقى النهاردة أستاذ حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيوقع بروتوكول تعاون مع نجمنا الكبير المخرج المصرحي والممثل وصانع النجوم بالمناسبة وصانع الفرق المصرحية المهمة ومقدم المصرح اللي دايما مصرح محترم طول الوقت مصرح كبير طول الوقت مصرح يملى العقل ويبني الوجدان طول الوقت الأستاذ محمد صبحي لإنتاج البرتوكول ده لإنتاج مجموعة من المصرحيات كمان بيتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة في التمثيل وتدربهم للعمل في مصرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ده جاي في إطار دعم الشركة المتحدة للمصرح المصري دعم الشركة المتحدة للثقافة المصرية دعم الشركة المتحدة للفن المصري الهادف المهم دعم الشركة المتحدة لوحدة من أهم القوة اللي بتمتلكها مصر قوتها النعمة هذا الدعم أثمر قبل كده لو تتذكروا عن إنتاج أعمال مصرحية مع نجوم زي أشرف عبد الباقي على سبيل مثال وإنتاج أول مصرحية من بطولة أصحابنا القادرين باختلاف مصرحية كنز الدنيا إن كنتم تتذكروا اللي مش فاكر أدينة بنفكروا وبنذكروا فأنا فعلا مش هزار من قلبي والله العظيم سعيد سعادة بهذا البروتوكول عشان كده دايما أنا عندي أمنية أنا مرة زمان قلت الكلام ده اللي أستاذ محمد صبح الله يديله الصحة يا رب قلت له عارفة أستاذ أنت عملتلي قلبين في حياتي وانا طفل صغير اتفرجت بالمناسبة وقتها هنا على القناة الأولى كنت عاية زغنطة كده وقعب أتفرج على التلفزيون أنا حب طول عمري المصرح وكانت ماما ربنا ديها صحة دايما تخدني توديني المصرح بحب المصرح بحب أتفرج يعني عنديش أي موهبة مصرحية بس بحب أتفرج مشاهدي يا أخي حقي اتفرجت على مصرحية هاملة بطولة الأستاذ محمد صبح لدرجة أن التغيير بقى كان إيه اللي قلت أستاذ محمد صبح قلت له بسبب هاملة أنا وقعت في حب شيكسبير وكان حظي الجيد أن أمي دخلتني مدرسة محترمة كانت يدرس لنا في المدرسة من سنة ستة ابتدائي أظن بندرس مصرحيات للشيكسبير كان دايما عندنا مصرحية وروية فكانت المصرحيات شيكسبير والرويات كانت شارلز ديكنز مهم يعني وده بقى بريطانيين زي ما حدكم عارفين يعني مهم فبالتزامن وبالتناغم أتفرج على هاملة ولقي نفسي في المدرسة بدرس مصرحيات شيكسبير وبالوقت أنا من الناس اللي وقعت بقى في حب شيكسبير زيادة عن اللزوم وديكنز بالمناسبة فمصرح بس شيكسبير مصرحية فخليت بقى إيه كان بابا الله يرحمه كان في مرحلة من المراحل شغله في لندن فبكلمه وبنتطمن وشعافي وراجع إمتى قال لي عايزي والله ما فازلك مني بس ده اللي أنا طلبت والله العظيم بالزبط كده كان عندي وقتها 17 أو 18 سنة قلت له والنبي الأعمال الكاملة لا 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 لويليم شيكسبير قال لي الأعمال الكاملة الكلاسيكية فأنا أبويا كان دقيق جدا يعني فقلت له أيها قال لي يا يوسف دي إنجليزية قديمة قلت له بعرف أراها زي الجن لأن فيها مصطلحات ما بقيتش بتستخدم دلوقتي كنا بناخد ده في المدرسة كنا ناخد المصرحية بالإنجليزية القديمة يعني زي ما هي دون أي تنقيح وفعلا جاب لي المجموعة الكاملة الأعمال الكاملة لويليم شيكسبير مش مصدق طبعا أنا هجبها لك معايا بكرة ممكن آه بكرة أو بعد يعني هجبها لك هجبها لك أضلك عليها في المكتبة وقارطها وقتها بشكل كامل فهنا بالمناسبة ده جزء من التكوين الوجداني بتاع جيلي بالمناسبة واللي ساهم فيه بمنتهى القوة الأستاذ محمد صبحي اللي علشان كده أنا بشكر قوي المتحدة على هذا البروتوكول ألف شكر حقيقي يعني طيب ننتقل بقى من هذا الخبر إلى إيه بقى اللهم بلغنا شهر رمضان كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم إن شاء الله عليكو هيبقى يوم اتنين ابريل كده فضل كامي يوم ما طهق قلتلي تسعة وثلاثين يوم اللهم بلغنا رمضان وارزقنا يا رب قبل رمضان رزق واسع طيب وارزقنا في رمضان وبعد رمضان وكل الأيام كل الرزق مش بس الفلوس الفلوس حد وبرد ما فيش كلام المهم يعني ضوابط صلاة الترويح إن شاء الله في شهر رمضان بعد قرار فتح كل المساجد لصلاة الترويح دكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف يا أهلا 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 ز PET حضرتك أوستاذ يوسف مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل المشاهدين متنمه حضرتك المحترم مساء ربنا يخليك طيب وحضرتك بخير وكل عام وكل المشاهدين حضرتك طيب يا دكتور ربنا يخلي وكل عام ومسرين الحبيبة بخير الله أحمن ودايما في أحسن والتقدم يا رب إن شاء الله يا رب وكل الناس تبقى زي الفل وبخير اللهم أمين بإذن الله بقى احنا عايزين نعرف منك كده بتبسيطك الرائع القواعد بتاعتنا في صلاة الترويح بإذن الله وإيه حكاية المساجد كلها تبقى مفتوحة طيب خليني أبدأ الأول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كل عام وكل مصرينا الحقيقة بألف خير يا رب إن شاء الله وصل الله أن يبلغنا رمضان لا فاقلين ولا مفهودين يا رب إن شاء الله وخلينا أقول لحضرتك إن وزارة الأوقاف المصرية شكلت غرفة عمليات برئاس سيد رئيس القطاع الديني علشان فيه متابعة دائمة ومستديمة لكل استعدادات الوزارة لإستقبال الشهر الكريم وده من خلال صيامة المساجد وتجديد فرشها والإشراف على عمليات التعقيم والنظافة وتكثفها قبل حلول الشهر رمضان الكريم إلا جاءت أن المزارة عملت على إعداد عدد نسأل برامج الدعوية من بتهلات وتلاوات وبرامج علمية وخواطر دعوية وكتاوة رمضانية فضلا طبعا عن مضاعفة أحمال البرد وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضل خليني أؤكد مع حضرتك وأؤكد على المسادة للمشاهدين إن إحنا ما زلنا ملتزمين بالإجراءات الاحتراضية وإجراءات التباع الاجتماعي داخل المساجد علشان نحافظ على نفسنا ونحافظ على غيرنا وأنا تعاون مع كل العاملين في وزارة الأوقاف من أجل تطبيق الإجراءات الاحتراضية اللي من شأنها إن هي تحافظ على الإنسان وأحافظ على غيري وأيضا أحافظ على إقامة الشعيرة يعني إحنا عايزين نحافظ على إن إحنا نصلي الترويح في كل مساجد وإن ما فيش أي مسج يتعرض للإغلاق نتيجة عدم الانتزام بالإجراءات الاحتراضية خليني أؤكد مع حضرتك مرة تانية على الدوابط اللي تم تحديدها من قبل اللجنة العلية لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الجزراء الموقف إن إحنا حضرتك وإحنا نرايحين لطلاطة الترويح أو أي طلاطة في المسجد هنلتزم بإرتداء الكمامة وده حفاظا على حضرتك وحفاظا على المصلي لجنب حضرتك جميل وهنلتزم بإحضار المصلى الشخصي ونحافظ على إجراءات التباع الداخل المسجد عظيم ومن هنا خليني أؤكد مع حضرتك إحنا دائما ما تؤكد عليه وزارة الأوقاف المصرية دايما إن الرأي الديني بيأتي في الأمور الطبية بعد الرأي الطبية جميل فإحنا بنؤكد دائما على إن رأي الطبية في الأمور الطبية بيأتي أولا ثم يأتي بعد ذلك الرأي الدين فإحنا بنفس الضوابط أو السيد يوسف اللي عملنا بيها في شهر رمضان في العام الماضي سوف نعمل بها في المسجد ولكن عندنا مصليات السيدات في هذا العام تم التوجيه لجميع سادة مدير المدريات بأنهما ليس هناك مانع من فتح مصليات السيدات ولكن بشرط أن يكون هناك واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف المصرية أو معينة أو متطوعة أو معلمة تشري في الإدارة تابع لها المسجد على فتح المصلى حتى نتأكد من تحقيق الإجراءات والضوابط الاحترازية داخل المصلى وده وده حيكون هناك تفتيش مكافلة على جميع المسجد وعلى جميع المصليات حتى نتأكد من تحقيق كامل الإجراءات الاحترازية طب أنا عندي طلب خلينا في المعينين ليه بقى؟ المعين عارف هيعمل إيه والمعين أو المعينة يعني بالتحديد عارفة هتتفاهم مع المصليات إزاي وكمان إذا لقدر الله حصل شيء ما هي عارفة هتتعامل إزاي بلطف وبلياقة وإذا افترضنا جدلا إن هي اللي تشددت في التعامل مع حد ساعتها إحنا هنعرف نرجع لكم كوزارة أما مسألة التطوع وما إلى ذلك بلاش منها دلوقتي لا يا فندم خلينا بس أراجع مع حضرتك حاجة بسيطة كلمة واعظة متطوعة دي دي تحت إشرافنا وجدناها واختبرناها وعارفين مستواها وعارفين شخصيتها وعارفين هي نفسها تحديدا يعني كلمة واعظة متطوعة دي عندنا يا فندم يعني هي مع وزارة الأوقاف ودخلت اختبار الواعظات شافة وتحريري وتم اعتمادها كواعظة متطوعة في وزارة الأوقاف ماشي يعني إذا افترضنا مثلا أنه حصل في الأمور أمور أنا أقدر أرجع لوزارة الأوقاف أقولهم والله في المكان الفلاني الواعظة الفلانية بدر منها ذلك طبعا طبعا يا أستاذ يوسف طبعا وهناك إشراف كامل من الإدارة اللي بيتبع عليها المستد ثم الإدارة دي عليها إشراف من المدرية وتفتيش برضو من المدرية حلو ثم هناك تفتيش آخر من الوزارة اللي هو التفتيش العام على المدرية وعلى المساجد كلام جميل طيب المساجد اللي هتبقى مفتوحة أمام المصليين والمصليات بإذن الله في خلال شهر رمضان لصلوات الترويح أو لأي من الصلوات على مدار اليوم هيبقى نوعية معينة من المساجد يعني هل هي المساجد الكبرى التي مثلا بيبقى فيها صلاة اللاعيدين على سبيل المثال ولا إنه لأ هنروح لمساجد أصغر وما إلى ذلك إحنا يا أستاذ يوسف حتى الآن حتى الآن بنعمل بنفس دوابس العام الماضي رمضان اللي فات نعم نسخة عظيم جدا نسخة تبقى الأصل ولكن ما أشرنا إليه في إن إحنا مصليات السيدات التي سيتم تنظيم العمل بها هو ما تم الاختلاف عنه عن العام الماضي ده أحنا مش هنسميه الاختلاف ده أحنا هنسميه الإضافة الجيدة الإضافة الحسنة نعم البشرة البشرة الحسنة ولكن بنؤكد مرة تانية أو سيد يوسف من خلال برنامج سيدك المحترم ومن خلال نطف حضرتك إن إحنا نتعاون جميعا نتعاون جميعا ولا نتسهل أبدا في طبيق الإجراءات المستراضية حفاظا حفاظا على النفط البشرية والذي أمرنا بإعمارة المساجد هو الذي أمرنا أيضا باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات الإجراءات على النفط الإنسانية 100% كلام سليم ورائع وعظيم نحييكم عليه وبشكرك مرة تانية يا دكتور وكل سنة وكلنا طيبين حضراتكم جميعا في الوزارة طيبين كل الناس كل المصر كل البشرية طيبة كل الشكر دكتور عبدالله حسن متحدثا عن وزارة الأوقاف هستأذنكم إحنا هنروح لفصل بس إحنا هنرجع بعد الفصل هنتكلم في إيه بقى الجمرك آه إيه بقى اللي بيحصل في الجمرك إحنا عارفين إن فيه تطوير لقليات العمل الجمركي طيب التطوير ده علشان إيه مبدئيا هو في مصلحة المستورد وفي مصلحة المصدر وفي مصلحة المستهلك أنا وحضرتك بنعمل ده علشان تبقى مصر طول الوقت مواكبة مشية زيها زي كل حتة في العالم مواكبة متغيرات التجارة العالمية استنونا بعد الفصل مع دكتور مونة ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة والجمارك انتظرونا أهلا 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 بيكم معنا مرة تانية طيب خلونا زي ما كنت بقول لكم قبل الفصل إحنا عايزين نقعد نتكلم شوية على إيه؟ على آليات العمل الجمركي وبالتحديد تطوير آليات العمل الجمركي خلونا نرحب بضفطنا داخل استوديو دكتور مونة ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة والجمارك أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور إيه نوع التطوير اللي بيحصل دلوقتي عندنا؟ أول حاجة إن إحنا بنعمل ما يتكنا إحنا جزء منتحول الرقم فزي ما مصر بتتغير الجمارك حتة من الحكومة إحنا كمان بنتغير فإحنا بنحاول نواكب التحول للرقم كانت مشكلة كبيرة بتهيقلي عندنا في الجمارك أو في الحكومة عموما إن إحنا نحصل على معلومة نقدر نبني عليها قرار بالما يكان ما بقاش عندنا المشكلة دي لأنك بتطلب رقم بتلاقيه زي ما هو وما بتطلبه تاني بتلاقيه هو هو ما بيضغيرش لأنك ممكن تطلب بيان إن موظف بيجمعه بشكل موظف تاني بيجمعه بشكل كل واحد بوجهة تنظره كل واحد بياخد إكسبريشا معين وبيترجمه بطريقته لكن الميكانة ما عادش فيه كده هي زراره وبتدوس بيطلع لك تقرير أما تيجي تاخد قرار على أساس الأرقام اللي موجودة بيبقى قرار سليم ما تبناش على حاجة غلط دي بالنسبة لنا إحنا حاجة مهمة جدا إنك تبقى شايف الدمارك بتمشي إزاي شايف أداء الناس اللي حواليك مش لازم تروح المكان عشان تعرف هما بيقدوا إيه من المكتب كل واحد من المكتب عنده كل قائد يعني موجود في المكتب بتاعه يعرف يفتح شاشات يشوف اسكندرية بتشتغل إزاي يعرف يمشي وراء شخص بنفسه يعني يقول مثلا وظيفة المتمن يعرف يطلع أشتر واحد فيها يعرف يطلع أكثر واحد أو أقل واحد بينزل بينجز شهادات فيبقى دول المجموعة اللي محتاجة تدريب في شهادات معينة ده حد بيجري فيها بس في نوع شهادات تانية بيبقى بطيء فيها فأعرف أوظف الناس اللي عندي كويس إن أنا أخليه في الحاجة اللي هو عنده فيها ملكة عنده فيها خبرة يبقى أوظفه في المكان ده زي كده خطوط الإنتاج هو أتقنها فالدهاله يجري بينا عشان يوصلنا للزمن الجمركي الأسرع وبالتالي في الآخر تأثر على المستهلك الأخير اللي كل تكاليف الشحنة بتصبه عنده طيب يجي هنا السؤال وإحنا بنشتغل على الرقمنة والميكانة وما إلى ذلك هل أنا الناس بتاعتي اللي بتشتغل على ده هي جهزة؟ جهزة بالعقل وجهزة بالشخصية وجهزة بالتدريب لأنه ساعات ببقى بدربك بس انت مش عايز فيه مقاومة الطبيعي التغيير حاجة تخوف كل الناس بس فيه حد بيغضوا تحدي وفيه حد بيغضوا مخوف أنا حب أغضوا تحدي وحب أنشر الثقافة دي في وسط الناس اللي بشتغل معيها والناس كلها بتستجيب استجابتهم كلها مش بنفس القوة ولكن بتستجيب فيه مرة انت بتبقى الدنيا يلا جماعة بتاخد أول مجموعة كده مستجيبة لوحدها فيه مجموعة تانية بتضغط شوية فيه مجموعة تالتة بتضغط شويتين فيه مجموعة رابعة لا بتيجي يعني بقى ايه بطرق ضغط ما بتبقاش يعني ما بتبقاش حاجة سهلة ولكن أنا مع أن أي تغيير بيحصل لازم هيبقى له مقاومة ده حاجة طبيعية لكن فيه حد بيقاوم عشان يقاوم وفيه حد بيقاوم عشان تطمنه فاحنا المفروض بنعمل رسالة تطمين في الأول احنا منزلناش بالسيستم الجديد حاجة منزلة كده ويلا اشتغله احنا عدنا وقت طويل ندرب ما فيش حد تدرب مرة واحدة يعني اتدربوا مرة واثنين وثلاثة وبعد ما اتدربوا بقى الفنين قاعدين معاهم في المراكز موجودين علشان يدعموا في أي حاجة تقع في أي حاجة توجههم ما تدربوش عليها في أي حاجة بينهم ما فهموهاش صح بأي سبب من الطرفين يعني ممكن أنا بدرب ما كانتش في دماغي حاجة معينة على أرض الواقع ما حصلت تخليني ممكن عدل أنا من نفسي فاحنا ممكن كمان نكون ندربنا بطريقة ونعدل طريقة التدريب بعد كده علشان أطمن ان اللي قدامي الطريقة دي مناسبة للواقع العملية طيب جوينج ديجيتل أو الرقمانة دي على كل القطاع بتاع الجمارك ولا أنا واخده بشكل تدريجي؟ بصري فندم على كل الشهادات الجمرقين الجمارك الصادر والوارد اللي بيدخل لنا واللي بيطلع من عندي اللي بيطلع من عندي ده كله طبعا خلاص تماكن إحنا ده لو إسي آيسا نافذة وبتشتغل دلوقتي بنظام الإسي آيسا لو تسمح لي بسرعة أرجوكي بالعكس ده أرجوكي الناس كلها بتسأل عليها مش نافذة اللي هي الشباك الواحد اللي احنا بنسميها الشباك الواحد زمان كانت الناس بتاخد ورقة بتبتدي كده إيه الصبح بتروح المينة بتاخد الورقة بتكتب بياناتها بألم وتعدي بقى على شوية شوية من الموظفين في كل جهة طب هو إحنا الجمرق بس اللي بيبص على البضاعة لأ الجمرق وراء 52 جهة الحقيقة 52 جهة دول معي وزير مجح فإن هو يعني يوجد قناة على دا الحكومة كلها إن كل وزير تحته أكتر من جهة يجمحهم في جهة واحدة فمسلا إن مزارة الزراع كان وراها أعتقد 11 أو 13 جهة فبقوا في جهتين اتنين حجر بطري وحجر الزراعي فاختصرنا وبتدينا نشتغل على كل جهة كده نشوف يعرفوا يمركزوا شغلهم إزاي اختصرناهم قد ما نقدر وبتدينا بقى نشتغل مع بعض طيب الراجل اللي بيدخل بياخد مني أنا قمضة وبياخد ختم وبعدين مش ختم بتاعي بس فيه ختم المينة وبعدين فيه ختم النصر وبعدين فيه ختم الموظف وفيه واحد مكسل يمزي فبيختم برده يعني يعمله وبتاعي حقيقة ما تشوف الورقة تتشارك بمركز زمان لها خريطة ما أعتقدش حدا كان بيعرف يقر عليها إيه خالص موضوع يعني خطوة دكاترة يعني خالص أصلا جربت ده وفي إيه بقى ياريتني كنت باستورت حاجة ده أنا جاي بلايك بريس كانت من كم سنة الإبني عشان نرجل فعلشان أخدها وأركبها الإبني في البيت شهر وكسور قاعد عمال بمدي واختم ومحدش متقاعس ده كده بسرعة علشان خاطري بالحب يعني يعني بص عليك أنا مقدرش هنكر الكلام ده كان موجود قبل 2019 الكلام ده كنا 2017 أظل قبل 2019 الحقيقة الوضع كان كده بغاية لما يعني فعلا المواضيع بقت تقيلة قوي فكان الفكر لازم بيزقنا للتطوير وده اللي خلينا نعمل نفذة أو إحنا نقتنع بالفكرة دي فنفذة دي بقى بتعمل زي مراكز برجستية مكان يليء بالموظف الحكومي كما يجب أن يكون من ناحية الشياكة والنظافة وكل حاجة كل واحد ليه مكتب كل واحد ليه تليفون كل واحد ليه كرسي سليم نظيف شيك فيه سيونة دائمة فانا خلقت له بيه اتعمل تشجعه على الشغل والإنتاج فخليح السنوة جاي المفصول بقى مش جاي يعني خايفين على الكرسي مين اللي هيعده النهاردة على الكرسي فدي برضو كانت يعني طبعا فإيه بقى وظيفة المركز اللوجيستي ده؟ المركز ده كانت الناس بتروح تقدم فيه عاملين صالت متعاملين تحت وشباب كده يعني أما تدخل تلاقيهم يعني تفرح ان فيه شباب حلو كده تعيينوا دول طبع الشركة المنفذة مش طبع الجمرق كانوا تلات مراحل فيه واحد بيستلم الورق بتاع كل الجهات ما بقاش بتاع الجمالك بس كل الجهات ياخد الورق ده ويديه الزميله اللي وراه اللي بيعمل له سكان الزميله اللي بيجمعه في شهادة يرجعه بسرعة تمام يقفله ويطلع بيه للجمرق اللي معادش حد يشوفه تحت فانا كده فصلت الموظف اللي بيتمن وبيعتمد الشهادة في المرحلة اللي هي بتاعة الانهاء الاجراءات انه خلاص ما بنبقاش متقابلين ودي حاجة برضو كانت مهمة طبعا لأسباب كتير فحافظنا على الجزئية دي كم مركز عملناه؟ عملنا 14 مركز اخدنا كل الجمهورية طبعا يعني من اسوان لغاية اسكندرية مرورا بقى طبعا بالدخيلة وبورسعيد والسخنة كل ده بقى فيه مركز لوجستية اما جات فكرة الاسي اي هي بقى تنفيذة دلوقتي خلاص ما بقاش فيه الخريطة بتاعة الورق الورق ما طلع للجمله كله بقى مميكن الناس من موبايلاتها تعرف تدخل وتعرف شهادتها وصلت لفين بتتبعت له رسالة الرسالة بتاعتك اتفتحت حضرية تعالى بكرة عندك معاي تكشف هنفتح الحوية بيجي ويفتح الحوية بلاجمة مشتركة مجموعة من كل الجهات ينزلوا في نفس اليوم يشوفوا الحوية علشان تتقفل ما تتفتحش تاني وما تبادش مفتوح كويس بتتفتحش تاني عشان هو ما يتكلفش وما تبادش مفتوح عشان برضه ما يتكلفش صح اشطلح رائع تمام فده ده كان نافذة واحنا بنشتغل بنفكر طب احنا ازاي نطور تاني طيب ممكن استأذن اجابة ازاي نطور تاني دي ولكن بعد الفاصل جملة شهيرة تاعت اي تلفزيون خدتوا بالكوا عشان ما تبادش مفتوحة لان دايما فيه مصطلح كلك بضاعة اتلف هالهوى يحيى شهين ده حاجة مهمة جدا بين الاصرين حتى لا يتلف الهوى البضاعة فاصل ونكمل الكلام مع دكتور مونة ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة حاجة مهمة جدا والجمارك طيب خلونا نجدد ترحيب بضفاتنا العزيزة دكتور مونة ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة والجمارك كوكلنا وقفنا عنده جملة طب وهنطور اي تاني تماما احنا لقينا ان الناس بتيجي ويبقى فيه زحمة تحت برضه يعني قابل الشياكة وكل حاجة وعمل انهم كراسي حلوة وتمام بس في الاخر الناس زي البنوك بقى كده برضه بتشتكي ان لأ فيه زحمة طب يا جماعة الناس دي بتيجي دي بتيجي عشان تقدم ورقة طب خلينا ناخد الورقة ده اونلاين بس عشان ناخده اونلاين القانون بيقول اصلي ناخد الورقة اصلي فجات فكرة الاسي اي الاسي اي اللي هو التسجيل المسبع للشحنات تسجيل المسبع للشحنات يعني المصدر اللي برا يحط الفاتورة اللي هو مطلعها فاتورة هيكلية تدخل على السيستم اقدر اعمل عليها عمليات والبيلوفليدينج كل بقى يعني كل الورق اللي المفروض يتحط من برا يتحط على بلوكيتشين اللي هو الكارجو اكس واخده انا بمصداقية هو المفروض القانون بيقول ان المستورد هو اللي بيدرك فاللي بيحصل ايه المصدر بيحط المستندات ويملى البيانات ويبعت على نافذة بيبعت على كارجو اكس وكارجو اكس بتبعتها على نافذة نافذة المستورد بيدخل يقول تمام البيانات دي سليمة كويس عاوز تزاود حاجة عاوز تشيل حاجة وبتوكن عشان تبقى الدنيا متأمنة جدا هنا كده انا ببتدي شهادات بمملكية حلو واقدر ابتديها قبل ما البضاعة تيجي طبعا انا عايز الورق فبوفر وقت بوفر وقت كتير طبعا كتير والبضاعة ما بتيجي انا كمان ببقى خلصت في مرحلة اولى يعني الناس اللي فتحت شهادة بمملكية او قالت يلا افتح شهادة ان هو صاحب القرار خدنا المستندات بتاعته وتمام شايفينها هو بيعط عنده زرار يدوس عليه يقول ارسل الجمرك كلمة ارسل الجمرك يعني انشئ شهادة حلو نشأ شهادة نعرف احنا نرجع مستنديا احنا والجهات الاخرى كويس راجعنا وخلصنا مستنديا مخلين الورق تيجي البضاعة لو هي مطابقة للورق تطلع على طول لو هو بقى ما قالش ارسل الجمرك واستنى البضاعة ما تيجي الوقت طول اما البضاعة تيجي هياخد الاجراءات فطبيعي انها تاخد بقى ايه وقت طبعا بس برضو بعيد خالص عن الشجور والكلام ده نهائي نهائي احنا يعني احنا فيه مواني بتعمل يوم ونص بس فيه مواني بتعمل اربع تيام فيه مواني بتعمل تلات تيام كل مين على حسب الكم اللي عندها ونوعية الشهادات اللي عندها احنا ما بنيجي نطلع بقى كمان المتوسطات بالاسي اي ده فيه حاجة كمان مهمة جدا قبل المتوسطات ان احنا معايي الوزير طلع قرار ان احنا نقبل المستندات اللي جاية الكترونيا كأنها الاصل اللي احنا عاوزينه يعني مش مستنين الورق يجيلنا بالبريد خلاص الورق اللي جاية الكتروني دي هي الاصل كويس الوضع كان بيحصل ايه الاول كنا بنشتغل بالصور وتستنى قبل الافراج لغاية ما الاصول تيجي تبتدي مش هتطلع البضاعة تخلص الوقت غير لما يجيب الاصول الاول يجيب الاصول دلوقتي لأ موضوع ده انتهى لأن احنا اعتبرنا الاصول دي اللي موجود على السيستم مدم صاحبها اللي اصدرها هو اللي حطها هي دي الاصل وافتراض حسن النية افتراض حسن النية وان شاء الله يعني تقريبا شهر ويشتغل نظام المخاطر الجديد نظام المخاطر الجديد ده هيريح كتير جدا بس طبعا علشان يكمل الشغل بتاعه لازم نقعد فترة ترقومية كده الشحنات بتيجي والنظام نفسه بياخد البيانات من كل حاجة ويعرف يقولها دي ياخد منها ايه وما ياخدش ايه مين اللي بعت حاجة مخالفة للورق مين اللي ده معلومة مضللة فده كله بقى بيبتدي يترسد اما بيترسد احنا بلاعرف نظل وفن نظام المخاطر مع الاخدف الاعتبار ان احنا شغالين على حاجة اسمها العميل المميز العميل المميز ده يعني ايه انا في الجمرق كمستورد ممكن يكون فعل اقتصادي فعل اقتصادي يعني انا ادخل مكشفش عدي بيسموها خطة اخدر ان بضعتي تيجي فانا راجل فوق مستوى الشبهات المميز فبعدي بس احنا اتفقنا ان الورق مش انا بس اللي بشوفه انا وجهات اخرى طبعا انا مميزة عند الجمرق بس الجهة الاخرى اللي بتشوف معايا الورق عالسيستم في وقت واحد كلنا متحنين الورق نشوفه مش مميز فانت مميز عندي بس عند التاني لسه فعدت انك قاعد مستاني وقت التاني بنعمل احنا ايدي الوقتين بنحاول نقعد مع اكبر جهتين اللي هما سلامت ال غزاء والصدرات والوردات تعالوا نقعد نشوف حضرتك بتميز مين وانا بميز مين ونحاول نوحد معيابنا عشان المميز ده يبقى مميز عندنا كلنا لان منطقيا ان الحكومة في اي جهة من الجهات بتميز لأسباب منطقية ومعقولة فلازم الأسباب المنطقية ومعقولة دي تبقى عندنا كلنا فخلينا نوحدها بقدر الامكان خلينا نوحدها علشان ما يدخل هو يحس بتميزه لان انا مهما اقول له يا سيدي انت فعل اقتصادي وانت بالنسبة لي انا خلصت احنا نفي الوش في الاخرى هنخدش الافراج انا ما اقدرش هدي الافراج غير ما كل الجهات اللي على الشهادة تجي الاكسبت بتاع طيب هنا يجي سؤال هل المنظومة دي بانه تطبق بس على الشخصات اعتبارية شركات وا 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 ولا الشخص الطبيعي انا كفرد عاوز استورد حاجة افترضنا هستورد عربية هستورد اجهزة منزلية اللية هل اقدر امشي في نفس المنظومة نافذة ايه فالنافذة مسيطرة تماما وقربوا اكس وكل الحاجات اللي هي الكبيرة في استثناءات بسيطة معمولة لاغراض يعني مثلا واحد احنا لسه ما نخلناش في الجوي احنا ده كله شغالين بحري بحري بس في البداية في بداية التطبيق علشان الدنيا تبقى بالنسبة للناس ما تبقاش حط قوي اعملنا استثناءات معينة طب الترانزيت اللي بيعدي وبسرعة ده يلا خليه عدي في استثنائين في ناس استثنينا انهم يدخلوا الاسي اي اصلا وفي ناس استثني اعملنا الاستثني ان هو يوعلق بطريقة خاصة ايه بقى الاستثناءات؟ يعني مثلا محد يبقى جاي من مينة هيوصل في 3 ا 4 ساعات مقدرش اطبق عليه واقوله انت بجيب لي الشغل بتاعك وكل حاجتك قبلها 48 ساعة في حاجات ما تبقاش يعني ما تركبش على الكل فالاستثناءات دي احنا اشتغلنا عليها كتير في الجوي جاي بقى حاجات اكتر طبعا لانه لي خصوصية اكتر هو حد بيجيب الحاجة ومستعجل عليها حد دافع فيها اكتر فالتلوس اكتر وغالبا بتبقى حاجات شخصية ما بتبقاش فيها اتجارة كتير قوي يعني يمكن الصادرات فيه كتير اكتر طبعا يعني بفكر الصادرات لكن فيه مثلا ساحة اسمها 35 او مهبط بيسموها اللي هي الوردات العجلة الوردات العجلة دي كتاكيت عمر يوم فدي لو قاعدت مثلا لازم يجيبها بالليل عشان ما تبقاش الصبح حار يموتوا فلازم تتعامل معاها انك هتخلصها وهت تجري نباتات زينة فيه حاجات زي كده لقدر الله مسلا فيه يعني ده كل دي كلها افكار احنا بنترحها دلوقتي على المجتمع التجاري بنعد مع الغرف التجارية مع اتحاد المستثمرين مع اتحاد الصناعات ونعد نسمع منهم طب احنا يا جماعة عايزين ندخل الجوي قولوا لنا بكده تخوفاتكم يمكن نكون حاجة احنا مش شايفينها فكل واحد يبتدي يقول التخوفات بتاعته ابتدينا تدريب ابتدينا نعرف الناس بالطريقة بقى فيه اونلاين بقى فيه تدريب اونلاين وبقى فيه تدريب لا الحضوري تعالوا شوفوا نعمل مثلا ممكن لو حد عاوز يعمل محاكاة شهادة بيتفرجوا ازاي بتتعامل بحيث ان احنا ما نيجي يبقى فيه قرار ان احنا نبتدي لا طبقة الاختبارية لان احنا ما اشتغلنا الاسي اي اي ما نزلناش وقلنا يلا نشتغل اسي اي احنا اسي اي في واحد اربعة عشرين واحد وعشرين قلنا يلا جماعة اللي عاوز يجرب يتفضل واحد سبعة هنعمل الزيمي جوم اخر اسبوع من ستة قالوا لا اصدحنا لسه وكانت الناس مش مصدقنا احنا هنعمل فناس كتير ما سجلتش ناس كتير ما تدربتش ناس كتير ما استعدتش فمنهم طيب فمعي وزير استجابة للمجتمع ابتدى يشتغل يوليو واحد وعشرين وفبراير اتنين وعشرين ابتدى بقى يقول طيب عاوزين ايه فقالوا لا عاوزين نأجل التطبيق شوية فأجلنا وخلناه لغاية اكتوبر ومن اكتوبر بقى خلاص بقى الزيمي واشتغل الحمد لله بجد يعني احنا في نافذة اما اول ما اشتغلنا لانها كانت بداية الميكانة وجاهنا مشاكل كتير قوي احنا بنطبق لان كان يعني كما انا قلتها اكتر من كذا مرة فاكتر من لقاء دايما بيبقى عندنا طريقتين في التطبيق انك تكتب وتقول انا لازم اعمل كده وتبقى يعني عالمسطرة وعالمسطرة يعني هتستنى ما تبقى بارفاكت في كل حاجة وتنزل تشتغل او انك حطيت قدر كبير من التفاصيل ولكن ليس بالكامل لان في حاجات قناعة مننا كلنا ان احنا ما هننزل على الارض هنواجه ونربط في حاجات كتير فكان علينا نختار بين المدرستين فقنا الله ننزل ونزلنا واحنا جاهزين مش معنى كان احنا نزلنا واحنا جاهزين ومدربين الناس والناس كانت سجلت واخدوا توكين كل حاجة تماما اول ما نزلنا سوري ده في الاسي اوي لكن في نافذة اول ما نزلنا وجهنا مشاكل كتيرة جدا والاعتراض كان كبير جدا وابتدنا في مطار القاهرة وده كان تحدي بشع لانه كان هو اللي مستعجل احنا ما كنا داخلين وكنا فاكرين ان هو البسيط طلع ان هو اتقيل ورب ضرت النافعة اما عدينا بالتجربة بتاعته وروحنا بعد كده على اول مينة بحري بورسعيد كانت هي برضو الأصعب فادونا يعني ادونا خبرة ادونا ثقل في المنظومة اشتغلنا اللي بعد كده بقى بسرعة يعني لقينا الدنيا بقى خلاص خدتنا وجريت بس في البداية اول سور كانوا صعبين جدا طب هل واحنا بنتعامل في مكان لتعامل الافراد اللي جايين واحد بيستورد عربية من البلد الفلاني واحد بيستورد جهاز او اجهزة منزلية من المنطقة العلانية الى اخره ودول افراد طبعيين جدا شخصات طبعية واكيد وفي مكان تاني للشخصات الاعتبارية والمستوردين والشركات والمش عارف ايه بس افقا احنا احنا كان في المكان بييجينا في المركز احنا دلوقت في الSi ايه قلنا الناس كلها بقى بتحط الورق كلوا من بربا والمستورد هنا لو عايز يحط حاجة بيسكنها من مكتبه ويعملها اونلاين حلو مش حد بيروح اللي بيروح ده بقى ليه في حد بيروح مثلا هو مش يعني عنده مشكلة في النت عنده عاوز لقى يسلم ورقة النه في مجموعة لها بتاعت الاتفاقيات الاتفاقيات الدولية طبعا احنا ممتزمين بيها بفي شهادة منشأ لازم تتسلم للاتفاقيات دي فما نقدرش نخرج عن الاتفاقية غير بملحق للاتفاقية او بتوافق بيننا احنا والجهة التانية الى هذا الحين ده الورقة دي فالناس اللي عندهم شهادات من النوع ده بيجوا يسلموا الورقة دي مثلا لكن خلص من زي الاول زي الاول الناس كانت بتيجي تفتح الملف بتيجي تفتح الملف وتقدم الورقة صحيح في شباك واحد بس كان بيجي كنت بعمله ملف كده ونحطه في أرشيف صحيح أرشيف شيكوا بس كان أرشيف ورقة بالوقت أرشيف إلكتروني معادش عندي ورقة بتقدر تتابع الشحنة بتاعتك وتشوفها بتتحرك ازاي ورسائل على الموبايات بتروح لهم النهاردة الكشف بكرة هتيجي تفرج يعني بنقوله كل مرحلة انت وصلت الفين تعال اكشف تعال ادفع بطبيعة الحال ما بقتش كمان محتاجة ان انا ابرينت اوت حاجة يعني كل حاجة موجودة قدامي على التليفون لا انا عاوز يعني بس الحاجة موجودة كمان على التليفوني فلو في رقم صادر زي زمان ورقم وارد برضو كل ده خلاص بقت حاجات موجودة يعني قدامي انا اي اي مش متاح ورقيا ولا محتاج ان يروح للمركز يقدر يعملوا من مكتبه من مكان اوكي يعني انا ما بقتش محتاجة روح انا بخلص كل حاجة ولما بس هايك طبعا بتروح الساحة عشان تستلم بقى علشان لأ التجار احنا في قانون الجمارك علشان افتح حاوية كبيرة فيها شغل انا ما ينفعش افتحها لوحدي انا بفتحها انا وجهات صحب الشأن لازم يبقى حاضر عشان يبقى متأكد ان هو اللي فتحناه هو اللي لقلي فدي حاجة هي دي طبعا لازم يجي لازم يبقى موجودة هي بتبقى لقطة يجي يفتح حاوية بيوش ونا طبيعي بين المنسبة هو لو قلنلوش كده هيبقى في حاجة مش صحة هو لو مش عاوز يجي بوضو كده في حاجة غلط جدا هنتمينا قفلنا مش هنفتحها هنستنى لا طبعا طب هل بتبقى كل الحاجات واضحة قدامي كفرد او كشخصية اعتبارية فتحضر ان انا جديد على السوق بتاع الاستيراد او انا كفرد لسه بوضو اول مرة استورد اصلا مش كلنا كافرد بنروح نستورد عربية ولا بتاع ممكن تبقى حاجة جديدة علي بتبقى كل حاجة بالنسبالي على الويب سايت وعلى الابليكيشن واضحة يعني سعر العربية يبقى جمركها يبقى كذا لو هي جاي من الاتحاد الاوروبي لو هي جاي من اسيا لو هي جاي من امريكا لو هي جاي مش عارف ايه يعني بتبقى كل شيء الفلوس اللي هدفعها رسوم وخلافه طول الوقت الحاجات بتبقى قدامي علشان ما يجي ليش حد يفهمني شيء بعيد عن الواقع والحقيقة بصفان دم هو في حاجة سواء منشورات سعرية والناس تقدر بيبقى عارفينها اللي زمل المستخلصين عارفينها تماما لكن اصحاب الشأن اللي بيبقى المستخلص اه طبعا ممكن ما يبقاش عارف لكن لو حاب يعرف هيعرف بيدخل على المواقع ويعرف يطلع منشور سعري بتاع ايه ويطلعه ولكن المعينة بتفرق في حاجات فدي ممكن تزود بيبقى فيها تسويات مبالغ والمفروض انها تبقى بسيطة يعني لو البيانات كاملة مظبوطة المفروض ما فيش اي اي فرق يفتح يلاقي اللي في الورق في الحاوية شكرا افرق توكلنا على الله دا ما يمنعش يعني انا عايزة يعني مش عايزة تكلم وحسس ان الدنيا ايه وردية اخر حاجة اكيد في معاوقات اه احنا مش بيرفكت اه بس بنا تعمل معها فيه طبعا طبعا طول الوقت انا يعني بس انا بعترف ان احنا كل يوم بنقابل تحدي جديد وما بخلص التحدي بتاع النهاردة هلاقي تحدي تاني بكرة وتطوير كده التطوير ما بيقافش ابدا وكل يوم بطمع ان انا عايزة اعمل حاجة احسن واحسن واطورها الاول كانت نافذة وكنا راضيين والدنيا جميلة وزمان الافراج نزل دخلنا باسي اي العالم كله يعني بيشهد ان احنا انجزنا في اوروبا علشان تعمله هتقعد لسه لعشرين اربعة وعشرين احنا دان احنا خلصنا احنا قبل اوروبا اه لأ قبلها بجد بجد والله العظيمين افرحاء بجد مش هيعملها اه طبعا بس يعني خليني اقول اي احنا كمان ما تكتمل المنظومة احنا التوجيهات اللي عندنا بنهاية شهر 6 التطوير يبقى تم بقى ووضح حرارك طبيعي ان بيبقى عندك دورة اجراءات فيه ناس بتوعب تلف كده وتقولك لسه فيه ولسه فيه فاحنا فيه حاجات لسه موجودة بس امتى هتحكم اخر 6 وده مش بعيد خلاص اربع تشفر يعني هتبقى تحوكمت وتقفلت خصوصا مع التوجيهات بان احنا نزبط المعايير وندخل قصة المعايير في البداية قبل ما السلعة تيجي علشان السلعة الرديقة ما تدخلش للسوق صح ويبقى عندنا حاجة يعني طليق بينا كشعب احنا بجد المواصفات بعد كده اللي هتيجي المواصفات اتحاد اوروبي ايه فندم احنا عندنا فيه الهيئة عامل المواصفات فيه مواصفة مصرية وما يبقى مثلا عندهم لألف صنف الصنف اللي مالوش مواصفة فبيخيروا اللي جايبها عندك مواصفة اوروبية عندك مواصفة امريكية شوف انت هتجيب بقى انهي مواصفة وقل لنا دي احنا حتى كان لسا النهاردة الصبح بنعم عاملين اجتماع عليها وتم التوافق ان احنا دي هتتعامل مش بعد ما الحاجة تيجي واشوف هالمواصفة دي مطابقة ولا لا قبل ما هدي رقم الاسي اي دي اكون اتأكدت ان المواصفة موجودة وبرضو احنا بنتفق احنا كل كلامنا مستندي طبعا لان هو ده اللي في ايدي بس البضاعة ما هتيجي الناس اللي ثبت مصدقيتها تتأكد انها كل يوم بيعدي عليها ويجيب شحنة سليمة بياخد ميزة هتجري بعد كده هتجري بعد كده لان انا ترحى عندي رصداء شايفية فانا التاريخ ده هاخده وكل يوم ازوده ازود عميل مميز عندي الرجل ده جاب كم شحنة ما عندوش اي مشكلة اللي خليني كمان افتح الحاويات ده بعد كده بيخش على فاستراك بقى خلاص هيدخل على جهاز الاشاعة ويتفضل مزيكة والله مزيكة انا عايز اشكر لحديدك جدا 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 دكتور منا حقيقي بجد يعني وعنده انا مبسوط وعنده انا مبهور وبالذات لما عرفت ان الاسي عاي عندنا قبل اوروبا فانا ببقى سعيد بالحاجات دي جدا عندي روح منافسة كده طول الوقت كل شك لك يا دكتور كل شك لدكتور مونة ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة والجمارك اللي بيحصل ده كلام رائع عظيم مزيكة فلنحسن استخدامه بعد اذن حضراتكو هنستأذن نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع مع مولانا الدكتور احمد كريمة ينورنا فورا بعد الفاصل اهلا وسهلا بيكم ودلوقتي حان لقاءنا المحبب الى النفس الحقيقة وفضيلة الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجماعة الازهر مولانا منورنا بكم منور الله للجميع الطريق بقى انا مولانا كنت من يومين بتكلم على مسألة انه المنابر الكبرى يجب عليها انها تناقش الافكار الكبرى او ان الافكار الكبرى لا تناقش الا على منبر كبير ويمكن من ضمن الافكار وده طول الوقت اظن موضوع مطروح مسألة كيف يرانا الاخرين الغربي بيبص على الاسلام والمسلمين ازاي وساعات كتير بعد افكر هل يجب انه ينظر للاسلام ولا ينظر للمسلمين طب المسلمين في منهم اللي فاهم واللي مش فاهم وفي منهم الخطاء وفي منهم غير الخطاء الى اخير السؤال الكبير هل الاسلام دين الاجبار هل الاسلام دين القمع هل الاسلام دين القتل ولا هو دين الرحمة وهل في الكلام دلائل من القرآن الكريم واضحة بجلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما ارسلناك الا رحمة للعالمين الله الرحمة والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله القائل إنما أنا رحمة مهداه ورضي الله تبارك وتعالى عن صدر الاسلام من آل بيت النبي وأصحابه وأزواجه وخلفائه الراشدين وأولياء الله الصالحين وبعد حقيقة أن ما تفضلت من عرضه وطرحه يحتاج إلى أسفار طوال لأن هذا تشخيص للداء ونحاول وصف الدواء إن شاء الله عز وجل أولا يا سيد الكريم الإسلام لا يسعى إطلاقا لا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل على إجبار أو إكراه الناس إذا كان رب العزة والجلال يعاتب ويوجه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يا سلام الرسول عليه الصلاة والسلام نشر الدعوة بأخلاقه وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سيدنا لما نتأمل في حياة الصحابة وهم الجيل رضي الله عنهم أجمعين الذي فهموا الإسلام نشروه بإيه نشروه بمكارم الأخلاق يعني حضرتك لما وصلوا إلى أواصد أسيا ولما ذهبوا إلى شرق أفريقيا التجار كانوا في السوق اللهم المسلمون كانوا يتعاملون بالبشاشة والصدق والأمانة فإذا جاءت الصلاة قاموا وتوضأوا وقفوا كالملائكة في صفوف خاشعة فالناس ابتدت تسأل من هؤلاء يقولون مسلمون يقول الناس وما الإسلام ابتدى الناس تبين لهم إيه الإسلام حتى إن أبو سفيان لما كان قبل أن يسلم وهرق في الشام سألوا يعني عن رسول الله حديث مطول في البخار فهو الحقيق قال له يعني قال سألوا عن الصدق عن الأمانة هل يتبعوا الناس هل يكسرون هم يقلون ففي الآخر هرق لي قال له قال له يعني لإن صدقتني فسيملك موضع قدمي هاتين فحضرتك احنا بنفتقر الآن بعد أن يعني طغط المذهبيات والطائفيات إلى القدوة في أنك تحسن عرض البضاعة حلو أنا عايز أروح لكيفية عرض هذه البضاعة وهي الأهم والأجمل والأحلى والأرصخ في النفس لأن دي عقيدتنا إحنا بقى طيب هستأذن هروح لفاصل أرجع بعض الفاصل تفاهمي وتشرح لي يا مولان ربنا يبارك بدي فضل فاصل يا جمال أهلا بيكم معنا مرة تانية خلينا وجد الترحيب بضفنا العزيز مولانا فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بالأزهر قلت لي يا مولانا أنه يجب علينا أن نحسن عرض بضاعتنا وبضاعتنا في الحالة دي هي البضاعة الأجمل عقيدتنا يعني نعمل إيه؟ شوف القرآن الكريم رسم المنهج ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله مش دعا إلى جماعة أو فرقة أو مذهب أو طائفة أو دنيا أبدا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا يبقى العمل والفعل يطابق القول حلو وقال إنني من المسلمين نصلت في الصلم لما تأتي بقى لصورة النحل فيها المنهج شامل أدعو إلى سبيل ربك برضو هنا لله بالحكمة شوف قدم الحكمة الأول على الموعظة وقيد الموعظة بالحسنة وقادلهم بالتي أحسن لو أتيت بأعظم سمينار أكاديمي في العالم دي أخلاقيات البحث العلمي أخلاقيات الدعوة الراشدة إن أنت تدعو بالحكمة الحكمة هنا شوف والذكر ربنا قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وبعدين الموعظة مش أي موعظة يعني فيه ناس شوف الرسول بيحذر إن منكم لا منفرين قال له هذا توعد الناس بالنار والعذاب والعقاب والنكال والقتل لا الإسلام لا يعترف بهذه الأمور إطلاقا لكن الموعظة تكون موعظة حسنة وبعدين حتى لو دخلت في جدال يعني مثلا أمرنا بيعلمنا حتى لما نعمل حوار مع أهل الكتاب قال ولو توجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن يعني لا تسفهوا لا تعتدي عليه لا 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 يعني كلها محذير حتى نفتعد عن المزالق بهذه القيم بالموعظة الحسنة بالحكمة بالمجدالة بالتي أحسن تكون جودة عرض الدين النقي الصفي إنما إذا حضرتك حصل النقيد مثل الآن قزائف التكفير والتشريك والتبديع والتفسيق والتجهيل وبعدين ننصرف عن كما تفضلت عن الأمور الكبيرة لأن العقول الكبيرة تشغل بالأمور الكبيرة طبعا والعقول الصغيرة تشغل بالأمور الصغيرة طب مش هو ربنا سبحانه وتعالى أيضا أوصانا بنبد الفزازة والغلزة طبعا ولو كنت فضا غليظة القلب لن فضه من حولك بلا شك وأسلوب التهديد والوعيد أسلوب البائس الفاشل والإسلام يتبرأ من هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه هو يرينا نور يرزخنا نور العلم وبصيرة الفهم اللهم أمين الحديث لازم يطول وزي ما حضرتك قلت مولانا في بداية اللقاء ده حديث كبير ومهم ويحتاج لوقت طويل جدا ولازم نفضل مستمرين على هذه السلسلة من المناقشات بإذن الله يعني قدر الإمكان لعلنا يعني ننول السواب إن شاء الله أنا مشكورك جدا 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 بارك الله فيكم كل شكرا حضرتك فضيلة الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريف وأستأذنكم قبل الختام مهم جدا حضرتكم تعرفوا إنه دميات استقبلت قيمة مهندسون في حب مصر واللي بتخوض انتخابات نقابة المهندسين للمرة التانية ببرنامج طموح البرنامج ده بيهدف لإيه عشان ده مهم جدا وبالمناسبة عشان أنا مسافر دميات قريب بيهدف إلى إيه بيهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات لكل المهندسين مهم جدا إنك تبقى عارف كده وبنستأذنكم إنكم تشوفوا معنا هذا التقرير ولعله من الختمات الرائعة اللي فيها إفادة للجميع ولو كلنا العمر نقابلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة محافظة دميات تستقبل قائمة مهندسون في حب مصر التي تأخذ انتخابات نقابة المهندسين للمرة الثانية ببرنامج طموح يهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات لجموع المهندسين والاستمرار في دعم المشروعات القومية استكمالا لما بدأته القائمة منذ أربع سنوات بيساعدني أننا أرتاقب زمائلي النهاردة نعرض عليهم ما تم تنفيذه في خلال فترة المجلس الحالي للقابة المهندسين والإنجازات التي تمت على أرض الواقع وبعد كيف نتكلم على المرحلة القادمة إذا قدر لنا النجاح إيه اللي ممكن نعمله في هذا الأمر عندنا يمكن قدت ملفات مهمة جدا أهمها ملف الشباب المهندسين وإيجاد فرص العمل والتدريب والإسكان والرعاية الصحية والمعشات الفترة دي هي فترة بنعيد فيها حسابتنا ماذا تم وماذا سيتم إنجازه إن شاء الله وأهم ملفاتنا الفترة اللي فاتت كانت الشباب والتدريب والتعليم والتأهيل والمحافظة على أصول النقابة بعد فترات من غياب النقابة عن الاستثمار في الفترة السابقة العمل على زيادة المعشات وتحسين دخل شباب المهندسين من أبرز أهداف قائمة مهندسون في حب مصر فضلا عن توفير وحدات سكنية بسعر مناسب وتقديم الخدمات النقابية في مختلف النقابات الفرعية على أعلى مستوى نحن نجحنا في لجنة الشباب من قبط المهندسين إننا نقدر نوفر معامل تدريبية على أعلى مستوى مع كبرى الشركات المتخصصة في مجالات زي شركة سيمينز وشركة شنادر إلكتريك وشركة يوكو جاوا إذن نضرب أكثر من خمس تلاف مهندس الفترة اللي فاتت البرنامج الارتخابي للمهندسون في حب مصر بيشتغل على ثلاث محاول رئيسية أهمهم شيوخ المهنة ومتطلبات اللي يوم في الرعاية الصحية وكذلك الجزء اللي يختص بالمعاشات معالي النقيب وقائمة مهندسين في حب مصر بتشتغل دايما على توفير الموارد في خطط استثمارية على الشورت ترم نحو ثمانمائة وثلاثين ألف مهندس على موعد يوم الجمعة الخامس والعشرين من فبراير الجاري لانتخاب رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية أما يوم الجمعة الرابع من مارس القادم فهو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين